يا صباح خير صباح النور وصباح النور نبدأ من لقاء الاجتماع الاستثناء المجلس الوزراء يوم أمس الذي ترأسه رئيس الجمهورية في شقه المتعلقي بقطاع الصحة أعطى تعليمات رئيس الجمهورية إلى وزير الصحة والسوكان وصلاح المستشفى بالشروع طوراً بالدراسات الضرورية بالمتعلقة بالمستشفى مركز استشفائي ضد السرطان في ولاية الجلفة كمهنية الصحة وكهيئة كيف تقيمون هذا الخطوة الخطوة من ناحية العملية شيء جيد وأي إضافة في إطار تكفل بالمرضى وخاصة الأمراض السرطان على أساس أن السرطان هو مرض يعني موجود منتشر بكثرة في السنوات الأخيرة في العالم بصفة عامة وأيضاً في منطقتنا وأيضاً في منطقتنا وأيضاً أدرون بعد على التفاصيل أو خصوصية المنطقة ولكن أي إضافة بطبيعة حل هي يعني مرحب بها لأنها رح تنقص من المعاناة تعالناس كما تعرفوا المركز السرطان موجودة في الجزائر وفي الفترة الأخيرة يعني شهدت أنها 25 مركز على المستوى الوطني بين قطاع الخاص والعموني وكين مصالح وكين مصالح وكين دي سون بان لسون تخونتي كونسر كين حوالي عشرين أما المصالح كين حوالي سبعين نظن وأيضاً المراكز نظن أربعة واربعين ولا في هذه الحدود تعل الاشيميوترابي اللي هما يعني أي إضافة فهي تنقص عب الناس اللي تتنقل وكين ما تعرفوا العلاج تعال السرطان خاصة يطلب حصص متوالية ببرامج محددة وهناك معاناة التنقل وبما أنه عندما يكون عندك إن كنسير في الدار رأوا الملادي تتنقل تتنقل دونك هذا يغيب هذا يعاون هذا يروح ولازم عادة لسيانس هادم يداروا على يومين ثلاثة أيام في بعض الأحيان إلى غير ذلك لكونك تحذير هناك ما قبل وهناك ما بعد إذن أحسن حاجة إنه هذه المراكز هي اللي تتقرب للمريض وليس المريض ليسافر بشيروح لهذه المراكز إذن كل تقريب أو إضافة هذه فهي مرحب بها وماذا بينا شفنا إنه قطاع الصحة مع بداية السنة عاش مع ذيروس كورونا في نفس الوقت يعني محاولة لتكفل بهؤلاء العائدين من وهان شفنا إنه قطاع الصحة أو الحكومة الجديدة دخلت بتحدي كبير لأنه المواطن في 48 ولاية يشتكي من قطاع الصحة يشتكي من المستشفيات يشتكي من التكفل يشتكي من غياب الأدوية يعني الكثير ثقة ملفات ثقيلة على طاولة الوزير كهيئة ماذا قدمتم كمقترحات للنهوض بقطاع الصحة عنا الكثير نحن من المقترحات ونحن جينا في إطار هذه الفلسفة على أساس أنه المجتمع المدني العلمي يجب أن يشارك وما ينتظر له أخضر من أي إن كان يجب أن يكون عنده مبادرات وبما أنه الإمكانيات والبوتنسياليتي موجودة في الجزائر وعلى أكثر من اختصاص ورأي تستفيد منها إلى حد الآن عدة دول عندما يهجرون ولا تستفيد منها الكثير من الجزائر أرغم أنها من معظمهم هم مكونين في الجزائر كما تعرفوا يعني الجزائر تكون وتبعث للخارج يعني ويروحوا للخارج وأرغم أنه يعني منستفيد مش منهم كما ينبغي الهيئة الجزائرية اللي بحط طبية جاءت تقريبا في هذا الإطار على أساس بجمع هذه التاقات الموجودة نحن على مستوانا كي ما يسمى في أحد المهمة في الهيئة هي المجلس العلمي المجلس العلمي هذا متكون من أعضاء مرجعيين المنبغ غفيران وأيضا المنبغ أسسور اللي هم المساعدين المنبغ غفيران واش معنها هم عبارة عن أساتذة معظمهم أساتذة سوى يكونوا رؤساء مصالح أو ما همش مرؤساء مصالح ولكن يكونوا مباحثين في التخصص ديالهم ويكون عندهم قدرة أولا لإعطاء رأيهم دائما أو توصيات المنظمات العالمية في التخصص هذاك بالدات وأيضا في المشاركة في تكوين المهنيين تسحب سفة عامة أطباء أو غيرهم ونقوموا بعدة لقاءات العمل الحقيقي يعني يبدأ في 2020 وإن شاء الله لدينا برامج تخيغيش اللي رح يتتبق وباش ما نكونوش دائما لأن المؤسسة الصحية في الجزائر تشتغل تسنى دائما في رد الفعل لازم نكونو في الفعل لازم نكونو خبخانو ونديروا السياسات العالمية في الصحة هي نفسها ويجب أن تتبق حسب مقييس علمية والإمكانيات موجودة بالعكس تماما يعني الكلام اللي كنت تتحكي فيه صحيح مثلا عندما نشوفه التكفل والفاتورة يعني اللي تدفحها وزارة الصحة وليتدفحها وزارة العمل والضمان الاجتماعي في التكفل في الأمراض المزمنة سوى الكونسير يعني السرطان ولا سوكري ولا الضغط الدم ولا القلب نشوفها بالفاتورة كبيرة جدا ولكن في المقابل الناس ما همش راضين وهذه حقيقة يعني ما همش راضين مئة بالمئة كان عدة دي لكون كان بخيزون شارج ماهيش بارفات كان أدوية اللي من المفروض تدخل ما دخلتش كان طرق في العلاج اللي هي مثلا نخذوه على مثال على أساس يعني الشيء اللي سنقوم به شخصيا بالنسبة المرض السكري كان عدة أدوية اللي من المفروض تكون موجودة ولكن غير موجودة ثم انتحبها بزاف فهناك خلل معين على مستوى من المستويات هيئة مثل تعنا تقترح تقترح حلول الحلول يستفيد منها الجميع من المفروض عندما مثلا كنخذ سكريين عندما انكازوا نحن السكريين اللي يشربوا في الكاشيات والسكريين اللي ما يشربوش في الكاشيات يعني يستعملوا فلانسيونين هذو كتعطوهم البندلت شاكت خواموا وهذو كتعطوهم كما يحبوا وثاني حاجة لازم نشوفوهم شاكت خواموا هذا رؤية كلاسيكية قديمة الآن هناك رؤية جديدة في هذه القضية لأنه ما نخذوش فقط العامل هذا مثلا سكري يشرب في الكاشيات معناها كاتيجوري معينة واللي ما يشربوش كاللالة حتى اللي تعال الكاشيات ما يشبوش البعض وتاع اللي يستعملوا فلانسيولين ما يشبوش البعض وممكن واحد نشوفه غير مرة في شهر وكالين أمر أمر داخلين نقدر حتى نسمح أنه نشوفه مرة في 6 شهر وهذا تقليل في الفاتورة في سوام الأدوية وهذه بمقاييس دولية نحن لا ننتج ولا نختارع أشياء ولكن نتبق أيضا ما هو موجود وبنفس هذه الفاتورة نقدره نكونه أكثر ويستفيد المريض أولا وتستفيد سنادق دمان اجتماعي وتستفيد وزار السحة ويكون مستوى السحة هو الأكثر لازم تعرف أنه الآن في الدول الأخرى متطورة يعني كي الآن سياسة المدن الصحية وليس المراكز الصحية شيء جميل دير هذه المراكز لتقريبا مواطن هذا مؤكد ولكن المدن الصحية هي شيء طلباته لوامس منظمة العالمية للسحة منذ 1986 الهدف نروح للأسباب وما نروح للغياكسيون كما كنت نهدر رحوا للأكسيون واشنو بالأكزمبل يقولك أنا ندير سنتر أنتكنسير ندير الهوبيتال جوجو بالنسبة للسكريين ندير الترمبوليزازيون تكون تكون مرد القلب وليس باش تكون في محور قريب باش ما نخليش واحد يسافر بيتين كيلومتر لأنه كان بحض الأمراض السكتات القلبية عندك ست ساعات فقط وإلا المريض رح يموت إلى غير ذلك فهناك أعمال تقنية تدير أن يكون يعني قريب على أقل 50 كيلومتر أو أقصى حد يكون مضمون لتوزع الناس خاصة الماكن التي فيها الكثافة السكانية قليلة لكن الهدف المدن الصحية مبنية على أساس لماذا نمر بالكونسير لماذا لدي السكان لماذا لدي الاتونسيون ولكن هناك مناطق في العالم عندها أكثر عرضة لهذه الأمراض من غيرها فيروحوا للأسباب عندما نقص في الأسباب عندما نقص في التلوث عندما نقص في الحياة المدنية هذه تعنا التي هي مملوئة بالأخطاء عندما تروح مثلا صندوق دمى الاجتماعي مثلا يأخذ الناس يصنفهم على أساس هناك نسبة معينة يأخذها من الشهرية ويعتبرها كمشاركة تخلص 30 ألف دينار ينحيلك نسبة 10% أو 12% أو لا وخلاص ونسكل في التصنيف ونحن نعطي اقتراحات حقيقية على أساس أنه لماذا نأخذ الناس كيف 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 أنا مدخن كيف أنا تسيريني كما واحد غير مدخن أنا عندي وزن زائد وما درت أنا مجهود باش نقص هذا الوجه تسيريني كيف كيف أنا معرض الأمراض أكثر من غيري يجب على الأقل ما نشرح نعقبه المدخن مع الأقل لأنك لا تخسر معها كثير حتى في المستقبل هذه أمور بسيطة وبنسب ضعي تقدر تشجع الناس الآخر أنه يدير مجهود أنه يوقف التدخين أنه يحاول يدير رياضة أنه يحاول يمشي يحاول ينقص فلسيلاكسوكريات تلوث التحفيز التحفيز وتروح الأسباب هنا تنقص الأمراض نحن نخدمه على عشر سنوات على عشرين سنة وش رح يكون أمراض لأنه مش فقط أنك تكون مهيئ عندما يكون عندك العلاج راني موجده عندي مستشفيات جيد تكون عندك مستشفيات رائع ولكن وش هو الأحسن أنك تكون وتوفر ظروف معينة تنقص أصلا في الطلب على هذه المستشفيات هنا رح يربح الجميع ونعطيك مثل أنا كي نشوف سيارات في الشارع ترمي في الدخان وهناك نسبة معروفة وتمشي ومكاش حتى لا عقاب ولا شي أنا نشوف فيه اللي يلوث أخطر من اللي ما يدير سنتير سيكوريتي لأن حزام الأمان الخطر هو لك أنت ما عرفت مصلحتك وأكبر شي إذا كان قدرت حدث أنت اللي رح تلك لول ولكن الملوث هو يلوث في الجامع وباستمرار وفي كل حالات ويوميا ويلوث بالآلاف وبالآلاف في السيارات هكذا تعرضنا للأمراض تعرضنا للأمراض الصدرية تعرض لك الأمراض مثلا النفايات لتور ما كان نظام المدن الصحية مبنية على أكثر من ثمانين مؤشر هذه من المؤشرات يجب أنه كل الهيئات شارك فيها مش قضية وزارة الصحة كل الوزارات البلديات التنظيم مثلا أنت عندك حي فيه ثمانين ألف ساكن ما تقدرش تكون عندك حاويات تعقادورات تعنفايات محددة لازم تكون تضمن أول شي أنه الناس كامل ستضع في هذا المكان ويكفي هذا المكان ما يقعش عن دي بغد ما ومبعد نقولك لا لا الناس وقيلة ما هيش نظاف النظافة ثقافة ويجب أنه الأولاد عندما ينمو ويكبر ويكبر ويشوف باللي عندما يعتبرها كفر لازم يعتبرها جريمة هكذا يعني في الدول المتطورة الطفل عندما يكمل الصاشية وتعالقاته ما يقدرش يرميه ما يقدرش لأنه ما كانش واحد رماها قبله وما كانش واحد رح يرميها بعده فالتعطاء ممكن يعود يرده في جيبه حتى يصيب بلاسا وينيحطها هذو بالممارسات هم المبنيين على ما يسمى بالمدينة الصحية اللي هي عدة دول وخاصة في الدول يعني الامرجان هذو وين الكثافة السكانية يقولوا بالألفين وخمسين رح تكون أكثر من خمس وسبعين بالمئة من الناس رح يسكنوا في المدن الكبرى والريف تقريبا رح يروح كامل معناها لو الأمراض رح تزيد لو نمنفع الحد شير الأمراض رح تزيد والعمل هذا لازم يكون مؤثر ويكون تحت ويصاية تعالعلميين نعم بالنسبة ذا تحدثت على أن المشاكل التي تعيشها الصحة في الجزائر هي مشتركة بين كل القطاعات تقريبا بين الداخلية كما قلت البلديات بين الضمان الاجتماعي وزارة العمل والصحة والمواطن والمواطن بالنسبة في واقع الصحة جزئية أخرى اللي هي تكاليف لما تقول الجزائر أنها تدفع 30 ألف أو 30 مليون يورو للتكاليف علاج جزائريين في الخارج على مدار خمس سنوات 150 مليون أورو ماذا سيقدم هذا الرقم للصحة الجزائرية إذا تم استغلاله في الداخل يقدم الكثير بطبيعة الحال بالعكس تماما أنا نشوف أنا على رأي يعني المنظمة الجزائرية لمكافحة سراطان اللي قطرحت في مدة قاسيرة اللي فاتت أنه نشارج للبرة قطر للبرة كي تبعث لازم تكون عندك لازم تكون عندك لازم تكون عندك على الأقل دو رزولتات أنت كي تبعث لخارج باش يروح للباسيون بين بريزون شارج يعني وسمحوا لي بالكلمة ويرجع في صندوق بنقص لازم على الأقل نكون علش رح ندير ندير شيء أولا غير موجود ولا يمكن أن يوجد وظروف غير غير مكتملة وتكاليف كبيرة جدا للقيام به في الجزائر وهذا ضروري يعني كل عالم يديروا للي بريزون شارج في دوت بي أما نحن نديرو في بعض الأحيان لبريزون شارج بغ لبريزون شارج هذه الأولى تانية حاجة لازم تكون عندنا يعني تربح نستعود تولي تولي تكون في صحة جيدة وينقص الاستهلاك على الأدوية هنا أما بطبيعة الحل هذه المبالغ لو يتم استثمارها بطريقة عقلانية وبأهل العلم ونركز على هذه النقطة ويجب الاستماع للجميع لأننا عندنا أشياء بسيطة جدا قادرين يعني نقولوها نحن في فطرة من الفطرات نشفى في فطرة قصيرة جدا نحن المسؤولين الكبار قال بلي كيفاش كيفاش مرض سكاري يدير يدير اين فوا يدير دو فوا بزاف هذا نتيجة باللي هناك يعني عدم علم بأول حاجة بتصنيف السكاري وكيفاش يديره من السكاري وانتكي تطلب الواحد يقيد يدقي السكاري سيبازا اللوكس بالعكس فإنك عند المريض هذا راح تمنعه من الكومبليكاسيون اللي لو يجوز لهم وتقتصد في البندلات اليوم وهو يدير الكومبليكاسيون بعد راح تكلفها عشر مرات وعشرين مرات إذن اقتصاديا أعطيه دير الكليسيمي الآن يشوف باللي عنده مكانية يفيري فيه باش يشوف مع الطبيب ديالو باش إذا كان هناك تغيير في العلاج راح يتم في الوقت المناسب وعندما يتم في الوقت المناسب يجب تكون نظر نعطيك مثل نوري لهم ديابيتيك كيفاش يأكل لأن الديابيتيك مش فاقط راح ندير لقائمة ممنوعات ممنوع 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 لا لا الديابيتيك لازم يأكل كيفاش يأكل معاش يأكل أكل كونتتة كون كون هادي هاي اللي ندير فيها هادو في دول أوروبية أوبليغاتوار ما هيش هاللوكس احنا نديروها كاشتهادات شخصية نجمع المرضى اتحدثت عن الاشتهادات شخصية يعني شفنا أنه أطباء وكنت نحكي مع الدكتور ركاتي قبل قليل أنه ما يكلفش نفسه عانا أنه يعتني بالمريض بالتريقة اللي تخلي المريض يحس روحو أنه بين أيدي آمينة يعني مريض سكر مرحبان قيس نلقى أربع قرامات باين أنه ما تأكلش ما تأكلش ما تأكلش هاك الانسولين الضخمة اللي تصرفها الدولة على قطاع الصحة بالأرقاب ورغم أنه في كل مرة نسمعه مشاريع لكن ما شفناش حاجة في الميدان اللي تخليني كمواطن نحس أني في دولة الصحة فيها ره صحيحة بطبيعة الحال الصحة هي من مؤشرة تقدم في أي دولة عندما تكون عندك الصحة عندما تكون عندك المواصلات عندما تكون عندك الخدمات بطبيعة الحال هي في صالح المواطن ولازم تكون كحد المؤشرة بالنسبة للقضية اللي أشرت لها ما نش يعني متأكد إذا كان تتكلم على القطاع الخاص أو العام رغم أنه في كل الأحوال الجزائريين هل نحكي عن الجزائريين بصفة عامة بصفة عامة شوف هناك هي قضية قضية مسؤولية أنت ما تقدرش تدير لازم تكون هناك هيئة وكل هيئة عند هيئة مراقبة لها لو 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 تتنحى هذه النقطة خلاص يعني الرقابة مهمة رقابة مستمرة أنا ما عنديش خلل يعني ما عنديش حرج أنك تجي تراقب الطبيب كيفش يعمل سوى في الخاص ولا في العام والمهنيتة الصحة والإداري والمعلم كل الجميع الجميع يراقب الجميع ولكن في إطار مؤسسات وفي إطار ونقر شي وين تكون الحلقة مغلقة ما لازمش واحد إلي شاب على غيقل خاطر عندما يخل الوقت يوقع كي تجي مهيئة معينة إلي شاب على غيقل تاع المراقبة لازم تكون أنت تراقبني وين رقبك ولكن في إطار أشياء متفقين عليها وتخضع إلى توصيات عالمية خاصة بالنسبة للصحة لأنه كل شي عنا توصيات يالو ماش قضية ما نصنفش الناس بتصنيف سطحي أو النوع هذا يجب أن تأخذ أكثر لا لا يجب أن ندخل في التفاصيل لأنه كما نقول بالأخص لا يتشبه لأننا لا يتساعد أننا لن تساعد تساعد لأنك تحت لأنك لا نحن تساعد لأنك 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 إذا كان لديك مرض آخر أسو لا يتساعد إذا تعمل أعمال شاقة لا يتساعد إذا وهذا التصنيفات عبارة عن أشياء نحن قادرين أن نقدمها بتاريخ قاعدة هذا تجسيد يكون في القاعدة على ما أعتقد بطبيعة الحال إذا كان الهدف أصلا هو التجسيد يعني التجسيد تاع هذا الأمر على مستوى القاعدة ولكن لازم تكون هناك ديكانو اللي عندك لابوسيبيليتي أنك تشوف الشيء معين إذا كان تبقى كما ينبغي لما كانت تكتب عندك مع من تهدر وعندك والهيئة هذه أيضا عندها من يراقبها لكي تقوم بعد العمل بطريقة رسمية شوف هذا ماهوش اختراع وهذا ماهوش تكنولوجيا متطورة فقط يجب أن تكون إرادة حقيقية لتطبيق هذه الإمكانيات كهيئة جزائرية لأبحاث الطبية مقارنتين بالميزانية المتوفرة لقطاع الصحة هل تشوفوا أنه ما تقدمه المستشفيات الجزائرية العمومية خاصة في مستوى الإمكانيات التي تم بخوها لا أظن كل صراحة ما أظن والجميع يشتكي كما قلت من الأول الجميع يشتكي يعني الهيئات الرسمية تقول لك بلي فعلا نرأي الصرف وفعلا نرأي الصرف هذا غير مشكوك فيه ولكن والمرضاء يقول لك أنا نكوتزو ما نصيبوش ويقلقوني على أردونانس وهذا يرجع لي ربع وهذا يرجع لي النص وهذا يروف زهالي وهذا هناك خلط وهنا يجب إعادة تنظيم هذا الأمور لأنه الجميع عنده حق حتى أنا نشوف المدسان كونسي ونفوه للأسيرانس يجي ويشوف إن أردونانس عنده معايير معينة يتبقها ويشوف إذا كان إن أردونانس ديباست ولا ما ديباستش ولكن لازم تكون معايير ما لازمش تكون إدارية يجب تكون معايير إدارية علمية وكي نروحوا العلمية يحب يقول هناك مؤسسات علمية هاي اللي تصدر دخول المرض الفلاني بالعمر الفلاني عندما توصلنا لتيجة الفلانية العلاج لازم يكون هذا أو هذا أو هذا فقط لا يوجد علاج آخر ما تقدرش تدير مركز فتوى لا واقعلا ما نقبلوش ولا راني غير شك فيك ما كانش شك كين مرحلة توصلها إنت مع المرض بتاعك مع النتائج تاعك اللي هنا يجوز لك هذا العلاج أو لا يجوز من حقك إذا كان من حقك ديه مئة بالمئة إذا كان ما هو شو من حقك ما عندكش الحق بشتديه بسبب الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي ولكن نحكي عن المعاملة داخل المستشفيات المواطن الجزائرية يمشي لكن الناس ما تعرف ما شبالي المستشفيات هما يخلصوا فيهم الضمان الاجتماعي لازم تعرف الضمان الاجتماعي هو اللي يعطيه بالأموال الكبيرة جداً للمستشفيات دونك هي كل شي هو ستون سالكيس على فعل انفين دو كون بقت الممارسات هذك التسيير لازم تسيير قطاع الصحة على مستوى مستشفيات هو أيضاً علم أنا دائماً ندخل في العلوم ما فيهاش فولان يعرف فولان ما يعرفش هناك مقاييس تستعمل في الدول العالم بالنسبة لمستشفيات بالنسبة غيرها وهذك المقاييس لو نبدو نتبقه في المقاييس العلمية الدولية في المستشفيات على كل مستويات نبدو كما كانت كلم الأخت قبلي نبدو من الأعوان من الغيسبسيون من كيفاش تدير الظروف تعالى كيشكون الميت قابل مع شكون ستدير كينا دي مالادي بالإنفكسيوز لازم تدير دي قناوات تتصال باللي هذا ما لازمش يتلقى معه هذا عندما المريض ما يتلقش معه صحيح إلى غير ذلك في بعض الأحيال في بعض السيرفيس وغيرها هذي تكون عبارة ما لازمش نحن علنا البصدر وغيرها يجوز كينا المستشفيات بالإنفكسيوز يقول لك لازم دو فيزيديوز بالإنفكسيوز نحن ضعبها إذا كان عندك معرفات أو كات ما سيفو كات معناها ووزاوين ملتوبلي لغيسك دينفكسيوز لفوتر مالادي كات فوى وتعتبرها لجاح إذا كان ندرنا ثنين ما وش معلما ما أعقبت الأخرين ولكن المستشفيات التي تجد من أجله إذا وهذه معايير عالمية 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 كانت محددة فيها وغيرها 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 يجيش كما ينبغي في الأرجان الناس الأطباء والمهنيين والصحة والمرضى الكل يعانون في الأرجان partout معلما الموين تريب الموجودين لماذا؟ لأن نورمال ما قائس كيف نديرو un صندوق تخي واني قدر ما قدر عندي نسعل ستون أرجان لا ما قدر عندي بلاس أخلاف الروح لها إذا نسعل لنجعل الفرصة للي عند أبنديس للي عند لدي أعضل كاردياك للي لأطنس هذا كل شي قبل لا لنجاوز بالقدر لا لا أنا ماش بلاس لنجي هنا عندي اخلاف لدي أخلاف لنجل أخلاف لنجل ونجل ونجل أخلاف ونجل أخلاف لنجل أخلاف لنجل لأن مسؤولية أيضا لأن في الحالة العكس يصبح أخلاقية وحتى جنائية على أساس لنجل تروح ما تدويش هل هي الحالات التي سمعنا بها يوميا الجرائد تكتب وسائل الإعلام تكتب والمواطن والمقاهي وغيرها من المفضاءات التي فيها المواطن يعبر على هذه المعاناة شفنا حتى الوجبة التي يتناولها المريض لا ترقى إلى مستوى ما تتحدث عنها السلطات وما وفر من إمكانيات نشوفه حتى كيفية التعامل مع المرضى خاصة في الفترة الليلية بين منتصف الليل حتى ثمينة صباحا وين يكون هذه الفترة المعاناة الكبيرة للمواطن للمريض شفنا أنه نوعية الأجهزة المتوفرة والأسرة لا ترقى المستوى أليس من الضرورة اليوم النظر بجدية في هذا النقاط عندي نقطة برك حابيت نقول الحالة ما هيش بالسودوية هذه مؤكد لأنه هنا في العاصمة وما في المدن الداخلية اجتهادات شخصية من البروفيسور إلى شف مؤكد 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 يجيب هذا ما هي الأفوال يحب أن نذهب لها نحن لا نطالب ونتمنى وننادي لا 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 نحن نقول فقط إذا كان فولان قدر يديرها في السيرفيز لأنه لأنه لا تقدر يديرها سيفري احتمال كبير تكون هناك عراقيل أخرى بين هذه العراقيل ومش يقدر يكون كعراقيل عادة ساعة التعرف البيروقراطية هو نظام هو شيء سلبي هو نظام تعمل راقبة لكن تتبيقه بصرامة كبيرة يؤدي إلى تعطيل خدمات وهذا اللي لاحق ذو الناس كان الناس يسابوا كلمة بيروقراطية يعني شيء سلبي لا لا هو هو عبارة عن نظام كان ينتمي إلى في وقت من الأوقات باش توصل خدمات للناس لازم مراقب واحد يراقب واحد ولكن كانت المراقبة بطريقة تقليدية وبطريقة يعني ما هيش علمية وما فيهش لوتو كريتيك لأنك يدير وسيلة معينة تفهمنا اليوم نديروا طريقة معينة لكن لازم تكون عنا دائما للجراء أنه بعد مثل المدة نديروا تقييم ونجيوا الخلل ونعود نصلحو سهل الحال معلش ما كانش طرق صالحة لكل زمن وما كان نقدرنا ندير طريقة معينة في السيرفيز ديالي ولا في الوبيطال ديالي وفي الإدارة تاعي وبعد ندير تقييم بعد ستشهر لحقت لزوبجيكتيف ولا لا لا ما نحق لزوبجيكتيف في الفولاني ما نحق للي وشي الخلل نحن نشوف معلي سيرفيش وين خلل ونحاول نصلح ونجب تكون بطبيعة حال المسؤولين سواء مدارا المستشفيات ولا مدارا المؤسسات القطاعية الصحية ولا حتى لشي في سيرفيز لازم تكون عندو ونحن في الفترة اللي فات هذي كانت ناس عندها مسؤوليات وما كانت عندها سلطة وذي أحد الخلل اللي موجود عندك مسؤولية النتيجة السيئة وما عندك سلطة التغيير هنا تكون الإقواصيان فاص لازم تكون عندي سلطة باش نكون مسؤول تعطيني السلطة الكاملة على قطاع معين على جهاز معين على خالية على أي شي باش تكون عندي من بعد مسؤولية مباشرة على الموضوع هذا إذا كان ممشاش تقدر تعطيني أمثلة من الواقع أمثلة من الواقع إذا كان مثلا رئيس مصلحة معين لازم يكون عندي بيوجي ليكون مصلحة تاعي وهذا يكون مضمون بطريقة دورية عندي كل شهر لازم إذا كان طلبت حاجة معين لازم جيني مثلا كمية المناسبة الحاجة الفلانية والكمية المناسبة الحاجة وتاع وسائل التنظيف والعلاج والأدوية والأسرة والنظام وعندي عدد من المنظفات وعندي منعوان شبه الطبيين وعندي عدد من الأطباء هدو مكامل تحت المراقبة تحت السلطة ديالي دونك رح نمشي شهر شهرين ثلاث شهر دير تقييم وين الخلل ما شي الأمور نكمل أما إذا كان يعطيها لي شهر الأول شهر ثاني شهر ثلاث يقول هم تعرف هذيك ما كانش خاطر فولان وفولان هدوين كيف هش قصة دياله هو ممشي في واحد البلاسة خلاف ودونك هكذا تلقى مستوى مهما كان المستوى قادر يكون حتى خارج القطاع مستوى تأثرت على شافها المواطن على الأخر خلاص شافها في شكل كنتية لأنه كنت اللي ركت مدلي الحاجة أنا مالش نرفض الحاجة من عندك ما صبت إذا كنت هو المشكل شفنا أنه أحيانا مدير مستشفى يلقى صعوبات في التعامل مع رئيس مصلحة وبروفيسور اللي ربما ما يتفهم مع مدير المؤسسة وفي نفس الوقت نشوف ممرضين يقدروا يعطلوا خطة عمل لبروفيسور معين وشفنا حتى منظفة تقدر تغلق لك وشفنا عون أمن يقدر يفتح الباب ويخلل المواطنين يعني شفنا وحد الممارسات وشفنا العقاب في نفس الوقت هذه الأشياء قد لا توقع في أي مكان وفي أي مجال ولكن هذه الأشياء التي تعرقل بالضبط لكن هذه هي شي اللي كنت نتكلم عليه عندما ننتمي إلى منظومة مهيكلة بطريقة صحيحة وكل شي أفي شي لازم تكون تخونس بغانس طوطا باللي هاوش عندي هاو كيفاش نصرف كان دول أخرى يعني نعطيك مثلا الجيبايات في البلدية الناس مرفوعة يعني الأسامة على الناس اللي يدفعوا الجيبايات هي بيبليك فولان يدفع كذا تفيشها وشفنا أنه في المجلس الوزاري الاستثنائي يوم أمس رئيس الجمهورية ركز على هذا النقطة أمور مفتوحة على الأقل الجيهات المعنية بيانشور وببليك يتخونس بغانس ذو ك ترجع فسكو أنت روح دائما لسبب نحن بالك على أساس أني طبيب دائما نروح للاكوز أنا محبش نداوي ليسا بطوء مش عندك لفيافر نعطيك نقص سخانة لازم نعرف وش السبات على سخانة هذه وهكذا ذونك الممالسات اللي كنت تحكيدوك على مؤسسات تعطيل تعارق لا دائما هناك سبب نروح دائما للشخص شوه المشكلة خاطر نعطيه فرصة بطبيعة الحال منجيب أحكام مسبقة لا نسي سون ديزان كمبيطان حتى على مسلم لأنه حتى على مستوى أعلى كما كنت تحكي مدير مستشفى مدير مصلحة يوقع ولكن اللي يفصل مبيناتهم هو القانون إذا كان قانون هل في المرحلة هذه نوقف حتى شفنا أنه في الصراعات كان الهاتف يلعب دور كبير ويعطل مصلحة المواطن ويغلب جهة على جهة ويخسر المواطن هذي ممارسات ثانوية لأنه نخرجه من الإطار العلمي خلاص واللينا في إطار الواقع رك في الواقع برا رك في الواقع واللي هو ما كانش قطع يعني إليشاب هذه ممارسات وثقافة ثقافة عند النا عندما لازم الناس تخاف من القانون فقط عندما تخاف من القانون فقط فإنك القانون يصبح يعني هو المهيمن وهو اللي يفصل على الجميع ودائما تقيم نفسك ببعدك أو قربك على القانون وتقيم الناس اللي معك بعلاقتهم والمسافة لما بينهم من القانون كلما كان إنسان يدير في أشياء في إطار القانوني لا يخاف من اللي فوقه لا يخاف من الكريتيك اللي تحتو في اللي شيل يعني فونكشوديك القاضية قانونية قاضية تتبيقها الإرادة السياسية نظن في المستقبل رح تكون موجودة لأنها ليس لنا حل آخر لأن إذا ما نستمر هكذا أو الشي الدول الأخرى لا تنتظرونا الشعوب الأخرى لا تنتظرونا العلم هو المسلك للجميع وهو اللي رح يعني يخرجنا من هذه الأزمة وكي نقوله العلم ليست المخابر والباحث والأبحث هم في كل شي كل الناس قادرة تتدروي بيدا أنا أتحدث الآن مع دكتور محمد العيفة الطبيب قبل ما نقوله نقطة الأبحاث والباحثين وما ستقدمه الهيئة في النقطة الأخيرة حب نسرق من عندك كطبيب كمواطن ربما تبقى الصحفي مواطن يبقى دائما المواطن فيك يتحدث عن بعض الإشكاليات من بينها لما هي الواقع اللي ركعيش وتعرفه بالك ربما أنه ديركتور دلغارد اللي يكون يخدم في الليل ويمشي يخرج قبل الوقت ويمد رسالة مشفرة للباقي التاقم أنه اللي يقدر يمشي يمشي وشفنا أنه العقوبات ما حدث في وادسوف كشف الكثير نشوف أنه بعض الأطباء لما تلقى اللاكارت أو الخريطة أو المخطط للعمل طبيب محمد العيفة يشتغل يوم الجمعة من الساعة كذا إلى كذا ومن القاوهش رغم أنه لا فيش موجودة عند في الولاية موجودة في الضائرة موجودة في البلدية وعند جهزة الأمن بالضبط وين هو الخلل أين هو الخلل تحكي على القانون تقول أنه نمشي أسس علمية لكن في نفس الوقت نشوف أنه في الواقع في الواجهة أسس علمية في الواقع أشياء أخرى والضحية هو المواطن بطبيعة الحال الضحية والمواطن لكن شوف هذي شكفة عندك بطبيعة في أين نفو المواطن يجب أن تكون في النفو سوبرية مسؤولية الأمر درك هذا موسيو إكس ولا إيقريك اللي يخدم في قطاع معين مش غير صحانة بلخمت كل الأمور يعني موجا الصحة تجارة صناعة الطرق المواصلة كل شي هذه الممارسات موجودة في كل قطاعات وضحية دائما المواطن أنا عندي موسيو إكس موسيو إكس هذا فوق القانون وتحت القانون هو تحت القانون كما الناس كامل عنده مسؤول وما عنده عنده مسؤول إذن المسؤولية المباشرة في عدم إتقال عمله تطيح على المسؤول عليه مباشرة أنا مبقيتش نعتبره متعام بالنسبة لي إذا كان الممارسة وصلت لي لهذا الدرجة مهما كان بالنسبة لي المسؤول عليه هو رقم واحد هو اللي ما أداش لأنه ما هوش المواطن اللي رح يراقبه وما هوش المواطن اللي رح يكتب به ما هوش المواطن اللي رح يعاقبه هناك مسؤول عليه بما أنه در هذا الشي بين قوسين لأنه لا يوجد عقاب أو لا يوجد درد فالرادع والمعاقب هو المسؤول عليه من الفق مباشرة وهذه لازم إعادة نظر فيها خاصة في قطاع الصحة على أساس النصحة نتيجة تحدي مباشرة مباشرة ذو كان في قطاعات أخرى الخلل يقدر يخذ وقت بشيبان لهذه خلل مباشر على أساس كما كنت تحكي عدة حوادث وقعت ومن بعدها تحدد المسؤوليات على مستوى معين أنا اللي نطلبه أنه عندما تحدد المسؤولية على مستوى معين وتكون مؤكدة وبأدلة مش خاطر قال وقيل فلان ولا لا لا بأدلة يجب أن يكون هناك ردع بالقانون وما يقوله القانون مش فقط يعني بشتحل المشكلة هذيك ولكن بشتكون دائما عبارة عن عبارة لمن يعتبر هذه عندما تتبق اليوم وغدوة بدون أي استثناء ستحل في كل القطاعات إذن هي عبارة عن فلسفة وثقافة مجتمع يجب أن نتحلوا بها جميعا على كل مستويات لماذا؟ لأنه نحن قادرين نكون أنا كمواطن نروح لإدارة معينة يتعسفوا لا ما يعطونيش حقي ونكون ضحية هنا بالصحة المواطن هذا هو نفسه عنده مسؤولية في قطاع آخر ويقدر يدير نفس المبارسات ويقدر يكونوا عنده ضحايا أخرين وهكذا إذن نحن رنك كامل لازم نكون المسؤولية الجماعية والقانون هو لفوق الجميع القانون فوق الجميع ونعطي يكون لذي حقين حقا هل تشوف أن الجزائر منحت التواقم الطبية من إداريين من أطباء من جراحين من أساتذة من مقيمين هل منحناهم حقهم حتى ننتظر منهم أن يقدموا الأفضل كاين كاين يعني كي نقائس كبيرة طبيعة الحال كي نقائس كبيرة مؤكدة ولكن نحن أنا أنا دائما عندي نظرات تفاؤلية كيفاش مش تفاؤلي أنا أتمنى لا لا أنا التفاؤلي أنه نقول أنه كل ما رنى مجرد اعتراف بهذه النقائس هي خطوة إلى خطر أكبر شي وأكبر ظلم عندما لا نعترف أصلا بالنقائس يجب نعترف بها لأنها هي عبارة عن شجاعة سوى عند المسؤولين أو على القطاع هذاك أو غيره تقولوا رنى عارف باللي ركت سوفري رنى عارف باللي نقصتك كالحاجة رنى عنا رنى عنا ظروف هذا الكلام هذا كل شي يحل بالحوار وأنا نتمنى خطر على جزائرين أنا شفتهم مثلا في أوروبا وخاصة في فرنسا على أساس اللغة هناك ظلم يمارس على الجزائريين وهناك نوع من النفاق اللي ديروا مؤسسات في أوروبا خاصة على الجزائريين بالدات لماذا؟ لأنه مثلا في أوروبا الجزائري الديبلوم الجرية في فرنسا لا يستطيع غير معترف به غير معترف به ونرمال لو حتى الديبلوم لهم هنا يجب ملكي فالانس وغيرها المهم غير معترف به ولكن في الواقع الجزائر تقولك الأطباء يروحوا اللي ما عندهمش يعني ما يجوز ما يجوزش بالباساس اللي هو قانون تاكوين في فرنسا يقبلوهم على أساس يخدموا أطباء ولكن ما يعطرفوش علاش ما يعطرفوش باش يعطيه ربع الراتب أو نصف تعال الراتب ولكن هو يعترف به كطبيل يعني يخليه يمارس بسح قانونيا ما يعطرفش به باش يعطيه نصف تعال الشهرية خاطر كونجا ما يعطرفوش باش يمارس أصلا إذا كنت ما تعطرش به عليش تخليه يمارس هو يخليه لأنه يعرف بقليل دي كمبيتنس وهذه دي كمبيتنس اللي مجوريتي لن تخبرو توس يمارس في الجزائر يعني نصدر السبسانس غريز مش لي ولا هذا تم اللي ترفضو من يدخل الماترنال حتى نيو طبيب هذا كامل متكون في الجزائر وتعبو عليه والدي وفرطلو الدولة وفرطلو الدولة الإمكانيات بشي الحق ومباشرة هذك تحطوه في هم باكيات تبعتو للخارج الظروف الأسباب معروفة ما نقدرش ولكن هدا هدا ستتون كباسيتي رايحة هذي نقضو انفورم كومسا يو انفورم هنو سين ندخلو في التفاصيل لماذا وعندما مجرد تقول لي ماذا وتفتح الحوار تلقى الأسباب وعندما تلقى الأسباب لكل سبب عنده تكون صراح مع نفسك بطبيعة لو ما نبدو بالصراحة نفتح الحوار أنا شفنا انه بعض النقاشات التي تحدث في قطاعات انه يحاول اللف والدوران في شرح معاناة قطاع معين يقول لو كان نقول الحقيقة رح المسؤول تاعي رح يزعف مني لو كان نقول الحقيقة رح نلقى رح مرجناليزي على الهامش يعني ما قدرناش ربما نصرح نفسنا بالواقع ونعترف بالنقائص ونخدم على هذا النقائص والله هو قضية دوكت ما تصرح الآن هي قضية مؤجلة وعادة عندما تأجلها فتكون أخطر والحلتها هيكون أكثر يعني تعقيد والثمنتها هيكون أكثر باهض أكثر إذن ما لازم نروح تدرو موريان بالعكس عندما نتصرح ما عليش المسئولية هي مسئولية الجميع وليست مسئولية أحد ما كانش واحد هو السبب بتاع كل المشاكل وفي نفس الوقت ماش يعني كان واحد هو غير غير الأبرية وكان من المجرمين لا لا ماش بالتاريقة هذه عندنا مسئولية أنت مهما كانت هذه المسئولية لازم تقيم بها وبإذن الله أن نبقى متفائل لأنه لا نقدروا نكونوا غير متفائلين ولكن لازم نبقى نحضروا وبالعكس يعني نحيي مؤسسات الإعلامية لتنتبه مثل هذه الأمور ويجب أن ما لازم تكون في إطار حمالة تكلم علىها خطر تكلم علىها يعني في المسئولين أو المسئول الأول في القطاع ومن بعدها أعود مكانش مشكل ما يريع لا نتكلم ولكن كلمه دائما هذا كريتيك ويجب بهذه المناسبة نطلب من مؤسسات الإعلامية خاصة لا تدير الانتقب بخيرتاشون فاصيل في بعض الأحيان يقع عن مباشرة في اليوم الأول عن الضحية وعن المتهم مباشرة لازم يدخلوا في التفاصيل ويقعوا إن كونسطات ها وش وقع بقت السبب والمسبب هناك هيئات وعندك وعندك رقابة معينة تعاود ترجع للحادث تقدر من ترجع الحادث لقع عنده شهر وتعاود دخول بعد شهر ها وش كاي النتائج باش دائما المعلومات تكون عندها مصداقية ما لازمش اليوم نتهم وفولان وبعد غدون نقول لا لا فينا المنصي بلوي ما جيش هذه أخلاقيات المهنة في أنه وما تظلموش ناس وما تظلموش ناس وفي نفس الوقت تقول الحقيقة في وقتها والمتهم بريء حتى تثبت إذنته وهذا ما سنتحدث مع أستاذ المحامي نجيب بيطام بعد الفاصل إن شاء الله كلمة ختامية تقولها دكتور محمد العفا والله وشا حنقولك نتمنى أن الأمور تتحسن من ناحية السحة لأن السحة هي الأساس وهي مستقبل يعني تاع الشعوب لأن الخدمة الصحية هي أدنى شيء قادر يقدم للمواطن التنظيم يعني تنظيم الاستماع إلى كل المختصين والاستماع إلى الهيئة العلمية نحن رأنا بوابنا مفتوحة وخاصة أفكارنا تكون تحت خدمة الصحة تعالى لأنها حستفيد بالنسبة للمواطن المواطن لازم يكون عاقل ولازم يكون عنده نوي كريتيك ولكن الانتقادي لازم يكون مبني على أساس يعني حقيقي وعلمي ومن حقه يقول كلام نتاعه كما ينبغي في إطار يعني محدد وما يسبرش في حقه هناك طرق قانونية وهناك مسئولية وكي نعيونية لازم تروح لها ويعني وتثبت الصوت نتاعك وتقول وش اللي يقع بالضبط وبإذن الله المسئولية هذه عندما نتقاسمها جميعا لا يمكن إلا أن ننجح إن شاء الله نتمنى النجاح دكتور محمد العفا شكرا